بالتعاون بين مبادرات إبراهيمة ومجلس كسيف وقسم الرفاه الاجتماعي عقد في مدرسة الفاروق في البلدة يوم دراسي بعنوان نأخذ المسؤولية على مستقبل الشباب في النقاب اليوم الدراسي كان عبارة عن حلقة أولى من سيرورة سنشتغل عليها بقسم الشؤون الاجتماعية بشركاء مختلفين بضمنهم مبادرات صندوق إبراهيم الهدف أن نأخذ شريحة الشباب من فئات 18 إلى 26 ونحاول نفحص كيف نقدم هذه الشريحة بشتى المجلات خلال اليوم الدراسي تم عرض بحث تصورات ومفاهيم الشباب والفتية من المجتمع العربي البدوي في النقاب حول ظاهرة العنف والجريمة والتنوع والتنمر والتحديات العمل مع هذه الشريحة العمرية أهمية هذا اليوم هو بالأساس مخصص لمهنيين ومهنيات اللي بيشتغلوا مع موضوع الشباب والشبات والفتية في منطقة النقاب إحنا في ظل العمل اليومي تبعنا مرات بنحتاج أنه نعمل وقفة معينة اللي فيها نفكر مع بعض نستخلص العبر من عملنا من مجهودنا اللي إحنا عمليا منحطه اليوم في موضوع الشباب في النقاب لا شك أنه الشباب مستقبلنا وهذا الموضوع لازم نملي أهمية كبرى لازم نأخذ المعطيات التي طرحت في هذا المؤتمر بشكل جدي لأنها منها نستفيد ومنها نحدد مستقبل أبنائنا نرجو من الجميع التجاوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في نبد العنف من المجتمعنا إن شاء الله وفي نهاية اللقاء عقدت حلقاته نقاش متوازية تناولت قضايا العنف والجريمة وتحديات المهنيين في العمل مع الشباب وأهمية دورية الأهالي في الحد من آفة العنف على مختلف أشكالها وأنواعها في صفوف هذه الشريحة التي تشكل أكثر من 60% من المجتمع العربي في الجنوب